بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اخواني ومتابعي الكرام اينما كنتم كل انسان اخواني الكرام في هذا العالم رزقه الله شيئا معين انت ربما اعطاك الله البلاغة او الفصاحة في نطق الانجليزية والانجليزية ربما انا الله اعطاني مثلا علما في علم التأويل ربما الاخر اعطاه الله علما او بسطة في الجسم كل واحد كيف يعطيه الله شيئا حبيت اتحدث على هذا الموضوع اخواني الكرام والموضوع يعني ربما تستغربون منه هو تأويل او التأويل الصحيح لرؤية الثوم في المنام او بعض التوضيحات حول رؤية الثومي في المنام الثوم تلك يعني النبتة الغريبة والعجيبة التي تحتوي على يعني كما يقال مواد تحمل جسم بصفة غريبة يعني هي مضاد حيوي فانا حبيت اتحدث على هذا الموضوع لان في اخت اتصلت بي اتمنى تكون تسمع فيه الان وتفسير الرؤية لاختها فقال لها واحد يعني عبر لها رؤية قال لها انتي تأكلين مالا حراما او مال فيه ربا فاقول لك اخي او اختي يعني من تفسر بهذه الطريقة انصحك لا تعتمد على الكتب ولا تعتمد على ما قاله ابن سيرين نحن في زمان ليس زمانهم نحن في زمان ليس فيه بيت مال مسلمين نحن في زمان قلت فيه الصداقات نحن في زمان قلت فيه الزكاة وشح فيه المال نحن في زمان الاخ يقتل اخوه من اجل وتفهات الدنيا نحن في زمان تلد الامة مرضعتها وضع املا نحن في زمان اخوان الكرام نطق فيه الرويبضة فلا يمكن ان نقيص على هذا المنوات متى تكون توبة من ذنوب ومتى تكون يعني او لا يكون رؤية الثوم اخوان الكرام توبة من ذن هذه اتفق فيك معها على امر عندما يعمل الانسان شيئا من اخذ مال فيه ربا بجهالة او اضطر وهو غير باغ يعني كيف هو يعتمد او يعتمد هذه الامور على الايمان الراسخ في قلب الانسان مثلا شخص ابنه مرضى مرضى شديدا ولم يجد احد يقرضه مالا فوجد الا البنك امامه اخذ منه سلفة ويعيدها بنسبة رباوية وهو كان مضطر لما رأى زوجته تبكي وتنوح ورأى اخوانه ان اخوان الولد سيموتون على اخوهم مثال اعطيكم فيه ضغوطات لاننا اصبحنا في زمن اخواني لا نرحم فيه هذا هو الحق الذي الناس تريد ان تزكي هذا الامر وتريد ان تقول لنا نحن لا نعيش في زمن الرسول وزمن الخير والرخاء وزمن الحق يعني فتروني الان اخواني كم من مسلم يهان كم من مسلم يداس كم من مسلمين يموتون في البرد يعني في العراء في المخيمات اين نحن لا علينا في كل هذا اذا اخواني الكرام تأويل رؤية الثوم يعود الى حالة الرأي طبيعي جدا وهو عندما نقول توبة ليس اخذ مال فعندما تقول له انت تأكل مال حرام فهذا ليس تعبير انما انت استفززت وربما شنجته وربما زدت تألف من قلبه لكن عندما تقول له ان شاء الله ربي غفر لك من ذنب يعني والله عالم بحالك تكون احلى واجمل فالثوم اكله على العموم اخواني الكرام يدل على تحسن احوال الرأي يدل على هدنة نفسية في حياة الرأي الثوم لمن اكله اخواني الكرام ورأاه في المنام انه يأكله فهو كشف حقائق لمن لا يعلم هنا سيكشف لك الله ربما في المستقبل الناس انت يعني ربما كنت يعني ااخذ عليهم صورة ايجابية فمثلا الثوم اخذناه بالواقع الثوم اذا اكلناه فسنصدر رائحة كريهة من الفم ونهان الرسول حتى عن صلاة الجماعة اذا اكلنا الثوم والبصل فمن يحبك سيقبلك كما انت بثومك ببصلك بقثائك سيقبلك ومن لا يحبك سيظهر لك اشمئزازه منه فهنا يعتبر كشف حقائق واكل الثوم او جمعه اخواني الكرام يدل كما قلت لكم على راحة نفسية يدل على زيادة في الرزق يدل على تحسن في حالة الرأي يدل اخواني الكرام عن انخفاض في نسبة المشاكل الرأي لان الثوم يخفض من الدم لان الثوم يحمي الجسم من كل الفيروسات الخطيرة وخاصة المرض السلطان لمن لا يعلم يعني هنا الثوم يعتبر شفاء وراحة ومال وخير باذن الله السميع العليم لم يبقى لي اخواني الكرام الا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة